السلام عليكم ومرحبا بكم متابعين في قناة إغيراك تيدي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم كالعدم متابعين الأعزاء جبناكم اليوم آخر الأخبار والمستجدات والحصرية التي تحدث الآن في الجزائر وأيضا راح نشوف ماذا يحدث في العالم بداية وفي الأخبار متابعين سنتكلم عن موضوع مهم جدا وخبر في غاية الأهمية لطالما كانت الجزائر تنظر إلى دول الجوار بحسن النية راح نتكلم عن المشاريع الجزائرية الهيكلية الضخمة التي تنجز الآن بالفعل لمصطحة الجزائر وأيضا لمصطحة الدول الإفريقية المجاورة هناك مشاريع عملاقة فاقت كل التوقعات يتم إنجزها الآن وفي هذا الفيديو متابعين راح نشوف مع بعض أهم وأضخم المشاريع التي بإذن الله ستوسع استثمارات الجزائر في القارة الإفريقية وتقوي اقتصادها بشكل كبير خلال السنوات القادمة فابقوا معنا متابعين لمعرفة التفاصيل أيضا متابعين وفي الأخبار بالماضي غاضب جدا الآن لماذا جمال بالماضي غاضب؟ الحقيقة متابعين المدرب الجزائر غاضب من الرئيس الاتحادي الجزائرية لكلة القدم وفي البداية قد تتعجب من هذا الخبر ولكن عندما تطلعوا على التفاصيل ستفهموا غضب بالماضي راح نكشفكم خوطي قصة من البداية للنهاية للأزمة الحاصلة الآن بين بالماضي ووليد صادي وعذا راح نشوف ما قاله رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإقالة المدرب الجزائري جمال بالماضي أيضا متابعين هناك خبر مؤسف لماذا مؤسف؟ لأن هناك أئمة في هذا العالم يتكلمون بالدين بطريقة غريبة جدا وبالحديث عن هذا الخبر متابعين هناك فيديو رامون تشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي الإيمان المغربي يتلق فضيحة من العيار الثقيل ابقوا معنا متابعين لمشاهدة العجب وماذا يحصلوا في المغرب من جهل وضلال المتابعين قبل أن نتطلق إلى تفاصيل أخبارنا لهذا اليوم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب أنه كما لبكم خوة القلاتة الأيام رأي تتعرض إلى حملة سينيا الكبيرة لذلك من فضلكم فضلا وليس أمر لا تنسوا ترك الإعجاب ومن دوني طال دعونا نبدأ في التفاصيل المشاريع الجزائرية الهيكلية ذات البعد الإقليمي والتكاملي يد الجزائر النائمة الممدودة لجيرانها أول المتابعين هناك مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط بين ست دول إفريقية ويرمي إلى فك العزة عن دول الساحل الشقيقة لا سيما في سياق مسعي تحويله إلى رواق اقتصادي بامتياز يعني سيكون هناك مبادلة اقتصادية وتجارية كبرى وضخمة جدا بين الجزائر والدولي الجوار في الجنوب أيضا متابعين هناك مشروع الطريق الرابط بين مدينة تندو في الجزائر ومدينة أزويرات في موريتانيا والذي سيكون بمثابة همزة وصل بين المنطقة المغرب العربي ومنطقة غرب إفريقيا أيضا متابعين هناك مشروع شبكة أليف البصرية المحورية العابرة للصحراء الذي يطمح إلى تطوير الاقتصاد الرقمي الأقليمي في مناطق الساحل مشروع آخر متابعين مشروع أمبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نايجيريا والنيجر والجزائر وصولا إلى أوروبا على المتابعين وأخيرا هناك مشروع تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية عبر كافة التراب الوطني هو المشروع الذي بشرت به الجزائر وبالأخص نحو ولاية الجنوب أين يمكن لهذه الشبكة أن تمتد إلى دول الجوار وفق نفسه المنظور الاندماجي للطريق العابر للصحراء كما ترون متابعين هناك مشروع ضخمة جدا وعملاقة يتم إنجازها الآن بالفعل في الجزائر بشراكة مع دول الجوار فالجزائر تسعى دائما إلى مصطحة الدول الجوار الإفريقية من جانب آخر متابعين هناك فضيحة من العيار الثقيل تحدث في المغرب هناك إمام مغربي يقول كلام في غاية الغربة سنسمعكم خوتي الفيديو وكتبوا لي رايك في التعليقات هناك شيخ مغربي يفتري للمغربيات ويقول خذنا الجزر والخيار وأدوات صناعية كبديل أهون من الزنا وتبعاته التي جلبت الأمراض الجنسية واللقاطاء كلام متابعين غريب جدا رح أخليكم تشوفوا الفيديو وكتبوا لي في التعليقات رأيكم في فتوى هذا الذي يسمي نفسه متابعين إمام مرس الجنسية عن طريق الجزار وعن طريق هذي الفتوى هذي شفوها المغربة فتوى وكان يقول لنا حالا فإذا خافت على نفسها وغلبتها شهوتها وكانت لا بد أن تزني ولا بد أن ترتكم الفحشة مع تلتا أو علا أو فرتلان فأهون عليها أن تقضي شهوتها بهذه الأشياء اليوم هذه الأشياء ديال الجزار والخيار وكذا تتطورت إلى بلاستيك وإلى صناعة أما في خبر آخر متابعين هناك أخبار عاجلة شهدت حركة دبابات غير عادية لقوات الدفاع في تيكساس هناك تقرير تفيد أن هذه الدبابات جاهزة للمعركة في حال قرر إدارة بايدن نشر قواتي في تيكساس ولكن متابعين الأمور قد تخرجوا عن السيطرة في أي لحظة بين القوات في تيكساس والجيش الأمريكي برئاسة جو بايدن هذا المتابعين هناك سؤال مهم جدا سؤال للأذكاء فقط لماذا لا يكون المصاد الإسرائيلي هو من يقف وراء الضرب القاعدة الأمريكية على حدود الأردن والسبب شحن المساندة الأمريكية من جديد لاستكمال الحرب على غزة وتوسيعها في المنطقة بعد أن أبدأ بايدن رغبتهم في عدم استكمال الحرب على غزة بسبب الانتخابات الأمريكية الرئاسية القادمة ما تعليقكم متابعين حول هذا الخبر؟ هل ترون بأن الكيان الصيوني هو من ورع قتل الأمريكيين أو الجنود الأمريكيين المتواجدون في القاعدة في الأردن؟ أم لا؟ هذا افتراض متابعين؟ هل ترون بأنه منطقي أم لا؟ عظم متابعين بخصوص غضب بلماضي من وليد صادي حدثت تطورات مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية في قضية نهاية الناخب الوطني جمال بلماضي مع المنتخب الجزئري بعد الإقصاء من نهائية منافسة كأسهم بإفريقيا كوديفور 2023 وبعد عودته وأشباله إلى الجزئر رفضت جمال بلماضي توقع على وثيقة فك الارتباط وديا مع الاتحادية الجزئرية لكرة القدم يوما بعد إعلان وليد صادي عن ذلك في ماشوري على منصة X ورغم الاتفاق الشفوي الذي تم بينهما في فندق مدينة بواكي ليلة مباراة موريطانيا رفض بلماضي التوقع على وثيقة فك الارتباط مع فاف لغضبه الشديد مع رئيسي وليد صادي حزب موقعي العربي الجديد واعتبر المدرب أن إعلان صادي عن نهاية قصة بلماضي مع المنتخب الجزئري في ماشور على إحدى منصة التواصل الاجتماعي قبل بيان رسمي هو إهانة كبيرة له وما جعله يغضب بشدة من رئيس الفاف بخصوص المستجدات متابعين حول المدرب الجزئري جمال بلماضي آخر الأخبار تقول بأن بلماضي قضى أمس آخر ليلة له في سيد موسى جمع أغراضه ويعود للدوحة عصر اليوم أيضا مساعدوه الستة يغادرون رسميا وافقوا على الحصول على راتبين والرحيل وتم فسخ عقودهم بشكل رسمي أما بخصوص تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فيما يخص ملف مدرب جمال بلماضي رئيس الجمهورية عنده كافة التقارير الاستخباراتي انشروا المتابعين المقطع على أوسع النطاق وتفاعلوا معه ليصل المغافلين شهدوا متابعين كلمة الرئيس الجمهورية فيما يخص إقالة المدرب الجزئري جمال بلماضي فريق الوطني له الدعم ويحاولوا يحطمه يحاولوا يمثل معنويات التعصيب بلماضي ومشغل هنا داخلية في بعض العناصر الداخلية ولكن جاية ما هك بسيط نتحن قام سخرينهم يعني خلق مشاكل في فريق الوطني أظم متابعين الرئيس الامريكي هناك تغريدة سخرة للرئيس الامريكي كما ترون في هذه الصورة هناك سخرية من الرئيس الامريكي بأنه يريد دائما احداث فوضى واحداث حرب كما راكم تشوفوا خابتي الرئيس الامريكي أمامه أربع أزرار الحرب مع روسيا أو الحرب مع إيران أو مع الصين أو تيكساس يعني هذا الرئيس دائما يسعى إلى إشعال الفتن والحروب كل أعداء الإسلام والمسلمين يحبونه ويقدرون جهوده التي لا تتوقف عن إذاء المسلمين وتشتيتهم وتدمير بلادهم فهو الرجل الأمثل لأداء هذه المهمة الشيطانية أظم متابعين وزير البلد والمواصلات السكية واللاسكية الجزائرية يعلن رفع الساعة المجهزة للشبكة الدولية للاتصالات لبلادنا لتصل إلى 9.8 تيرابايت في الثانية هذا الرفع يؤكد إطلاق خدمة 5G أو الجيل الخامس مع نهاية السنة أو البداية 2025 ترجمة نانسي قنقر